طب لو هو نصاب وانا لسه في باية جوازي اعمل ايه؟ ما انا هقولك حاجة راجل يعمل غلطة زي دي هو لا يؤتمن في ايه؟ يؤتمن في اي شيء؟ لا فايه بقى هو لا يؤتمن هو اعمل ايه؟ ما هي المفروض ان هي تأتي؟ لو قبل كتب الكتاب بيقولك ان احنا خلاص عزمنا الناس بعد كتب الكتاب بتي عايز تفضحينا لاتي لسه ما ربعانتيش لو ظروفها تسمع بالانفصال من اول لما اكتشفت الكتب بتاعه في كتبة جبيرة زي دي انا من وجهة نظرة انفصر وابقى مطلقة يا اخويا في مجتمع طب المشكلة يعني طب ما هو بعد فترة معينة بيحصل ظروف تجبيرها ان هي تطمعها ورمعها في الشارع ورمع عائلها في الشارع في بعض الاسر عشان بس عشان نبقى مفاهم الناس الناس بتتجوز ويتلاقي مخلف بالست سبع عيال وهو اصل امكانياته المادية لا تسمح للمصاريف على العيال دي سمع انه يجيب علبة سجائر بلوه بيشربهم كل يوم واش عايز يأكل عياله بيعمل ايه بقى يا سالي روح منزل الولاد دي في الاشارات لما كنا بنعمل احصائية عن الاطفال اللي موجودة في الشارع اطفال الشوارع عرفنا ان في جزء منهم بنسبة كبيرة جدا 60-70% هم مش اطفال شوارع وليهم ابو ام وليهم بيوت وبيلموا الفلوس روحولهم اه بينزلوا يتسولوا في الاشارات في الشارع اللي بيجي مساح لك العربية بيجيب لك عربية مناديل والنبي ويقول لك لقد دي له حرام اوعا ويلم الفلوس ويرجع تاني لأهله وآهله بيبقوا مشغلينه انا مرة قابلت طفل اللي هو بيمسح اللي بيعمل زيت للببان ده قيتوا بقاعد في الشارع الساعة 12 بالليل بقوله يا ابني انا خفت بقوله فيه ايه حد سرقك حد خبطك قال لي لا ده انا ابويا مطلعني اشتغل طول اليوم من 12 ل 12 بالليل وماشي حافظ وإيه اللي حصل زعلان لي قال لي انت لازم تجيب 100 جنيه في اليوم لا 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 اقسم بالله والولد عمل كان بقا عمل 75 جنيه والولد هيموت ومش عايز يرجع البيت عشان ابوه هيعلق له المشنقة وابوه قاعد في البيت يخص عليه ويقول ابوك يا ابني بصحيته قال لي جدا ويعني فين وفين لما بيشتغل 100 جنيه لتن من المخدرات اللي بيشربها وعنده ولدين فمنزلهم يقول له انت هتنزل هتاخد الحاجة دي هتلف على المحلات هتجيب 100 جنيه في اليوم الولد عمل غاية الساعة 12 75 جنيه المسافة اللي ما بين بيت الولد وما بين المكان اللي هو عايش فيه أو الشغل اللي هو بيشتغل فيه كلوات والساعة 12 بالليل طب الولد ده في مرة إيه اللي هيحصل يا سالي ده مش هيرجع طبع صح؟ أو هيتلم على شيخ منصر يمسكه ويخليه انه يديره فلوس مثلا أو يغريب أي حاجة يبتدي يشرب مخدرات مع الأطفال الحلوين أطفال الشوارع صحابه وفي الآخر يجي يقول لك أنا مش عايز يتصلح حالي ولما بيخشوا الأحداث بتبقى مشكلة كبيرة أنهما مش عايزين يتعدلوا ويفضلوا مطلوقين في الشوارع مبسوطين ويجوا في الآخر يبقوا نموذج لا يصلح نوعه مهو ده الطفل ده هيبقى بلطجي هيبقى منحرك في يوم من الأيام شكرا في مرة من كتر الضغط اللي بيعملوا أبو عليه أو هو بنزيله ويشتغل هو بسن كام ده بسن الولد كان عنده 8-9 سنين الولد ده في يوم من الأيام مش هيرجع وهيعيش في الشارع